هيتروفيل يعني اليرموتاجينس معناها يعني كده بالفعلة دي يعني ايه ده بقى لو واحد مننا اتحقت بانج وهذا الانج نسمه احمد زي ما انتفقنا انا بس كده احمد تعالى طول الجسم لازم يعمل لو كلمنا عن الانتي بودي انتي بودي ضد احمد يبقى انتي احمد ولا ان انتي احمد ايه ممكن برضه تبقى انتي براهيم يا خمار ربي ايه اللي جاب ابراهيم في الموضوع احمد بقى انتي احمد ابراهيم ابراهيم اسماعيل انت اسماعيل انما اللي خلى الجسم يعمل كده قالوا ده اسمه هيتيروفيل انتي بودي وده نسميها هيتيروفيل انتي بودي يبقى دعالوا بقى نتكلم علميا هيتيروفيل انتجن is an antige which when introduced into the body it will stimulate antibody not only against it but also against another antige حاجة تاري اشتركوا في القناة